السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا اليوم يوم الاثنين سبعة آب أغسطس هذا اليوم يوم عيد ميلادي وهو نفس اليوم اللي أنا نولد فيه اللي هو سبعة ثمانية وأيضا يوم الاثنين كل عام وأنا بخير وانتو بخير كمان إن شاء الله طبعا القمر الآن موجود في برج الحمل ورح ينتقل لبرج الثور في ساعات الصباح يعني ساعة ستة وأربعة وعشرين دقيقة صباحا رح ينتقل القمر زي ما حكينا لبرج الثور معناته من الآن ولغاية ساعات الصباح نشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أن نتصرع في تصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة منلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها بنفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عنا ذروة زاوية بطيئة اللي هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين المشتري ذكرتها أنا في حلقة يوم 28 سبعة أنها بدأت يوم 28 سبعة ومستمرة بتأثيراتها ليوم 16 ثمانية اليوم ذروتها الساعة 12 ودقيقتين بعد منتصف الليل بتبدد الحضوض في أي مسعى منقوم فيه وبرضو بتعمل نوع من أنواع تقليل الحضوض بنسبة عالية جدا من ميل للعيش دون مستوانا ومنبذر أموالنا ومننجذب للمقامرة للمراهنات للمضاربات المالية وممكن نتعرض لمشاكل مع السلطات أو مع العدالة وهذا الاتصال غالبا بيسبب مغالاة في النفقات وخسائر مالية وفشل في المشاريع دوليا طبعا هاي الزاوية إلها تأثيرات على الاقتصاد العالمي زي ما إلها تأثيرات على البني آدمين وأنتوا شايفين الوضع الاقتصادي العالمي والتحديات والاستفزازات الاقتصادية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي ذروتها ساعة 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة برضو بتزيد من عصبيتنا وحدتنا وتسلطنا فعشان هيك بتحذروا من هاي النقاط خلال هذا اليوم بعد هاي زاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار للقمر رح يبدأ الساعة 14 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبعدين من صباح اليوم الاثنين ورح يستمر لغاية الساعة 6 و24 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وبنتقل بعدها القمر وبصير في برج الثور هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 26 دقيقة خلص القمر بكون استقر وبلش يشكل أول زوايا فعشان هيك من ساعات الصباح وما بعد والأيام القادمة نشعر بالحذر أكثر من ميل للمحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو صديق وفي فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار يمكننا الاهتمام بمسائل لإلها علاقة بالعقارات زي بيع واستئجار أو صيانة أو أشياء من هذا القبيل وحتى المناسبات العائلية وأيضا هذا اليوم مناسب لقضاء وقت ممتع في البيت مع العائلة بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل هذه الزاوية طبعا ذروتها الساعة ثلاثة وخمسة وأربعين دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم لغاية ساعات الصباح لأجواء جيدة والطاقة ممتازة ممكن تهتم بمظهرك أو بتغييرات معينة بهندامك أي مرحلة تعتبر مرحلة انطلاقة لمشاريع جديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي وأنت سباق ورائد في حقل اختصاصك يعني في إيش بتشتغل في أي مجال إيش ما كانت وظيفتك يعني بتكون الأجواء جيدة في هذا المجال ولكن بدون عصبية وبدون انفعال وبدون فرض السلطة أما من ساعات الصباح وما بعد فهنا بيصير الجو بيحمل معاه فرصة مالية وممكن تكون هاي الفرصة مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات والزيارات وبتهتم للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالج بعض المسائل الإدارية أو التمولية اللي بتتطلب توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بيتطلب منكم لغاية ساعات الصباح عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب لغاية ساعات الصباح فعشان هيك بدكوا تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا لغذائكم وراحتكم بتظل الوتيرة أو بتظل الطاقة نازلة بشكل ملحوظ فعشان هيك برضو ممكن تتأخر مشاريعك أو ربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك إذا أنت حاجز لمطعم أو لسفر أو لشيء لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاءه أو بتعطيل عليه أو في سوء تفاهم أما من ساعات الصباح هنا الأجواء بتتغير لصالحك بتصبح ثقتك بنفسك كبيرة وبيعمك النشاط وبإمكانك تبادر لخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة فيها نوع من أنواع المميزات الممتازة واستثنائية وبيدعوك الجولة بذل جهد من أجل إشاعة السلام وبلغ التفاهم مع من حولك أهم إشي أنه ما تفرض السلطة على أحبائك وتضبط أعصابك وحاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع خلال هذا اليوم للأشياء الإيجابية بالنسبة للموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة في مناسبة سعيدة حاول أنك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك من الآن ولغاية ساعات الصباح لأن القمر بيقترب من بيت المتاعب فعشان هيك بيبلش فيه نوع من أنواع الضغط عليك والحساسية العالية ممكن تحصد بعض التأييد أو يعني يكون فيه نوع من أنواع الارتباطات عندك اليوم أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك في هذه الفترة ولكن من ساعات الصباح للأسف الشديد رح يوصل القمر لبيت المتاعبك فعشان هيك الأيام القادمة بتطلب منك عدم المبالغة في جهدك الجسماني وحاول أنك تنجز ما بوسعك من عمل متراكم دون إهمال صحتك لا تراهن على الحضود ممكن تعاني من بعض الركود ومراوحة المكان فلا تجازف بصحتك ولا بعلاقاتك أفكارك مشوشة والظروف مخيبة للآمال فعلى لكن زي ما حكينا اعمل بشكل روتيني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم أمام المسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة من الآن ولغاية ساعات الصباح أهميش إنك تهدئ من روعك ولأنها هاي فترة ما زالت سلبية ومشحونة بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك ابتفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما من ساعات الصباح ابتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفات أو طلباته بترافقك رياح مواتي رغم الضغوطات كرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام إلى جمعية أو مؤسسة بتطلاقها مع طموحاتك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم لغاية ساعات الصباح بتنشطه في السفر والاتصالات البعيدة وبالظل فترة مناسبة لاجتياز امتحان أو اجراء مقابلة ولكن لا تعتمدوا على الحضوض كثير اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم شيء أنك ما تهمل واجباتك ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي لأي تأخير اتقدم بجراءة وثقة ولكن في فترة خلو المسار بدك تضبط أعصابك يعني ما تصل لمرحلة التهور ولكن في ساعات الصباح بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين الفترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي وبرضو هاي الفترة فيها نوع من أنواع القلق حول أحد أفراد العائلة ربما مسأليات أو عبئ مهني أو عائلي أهم شيء أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو العام في صعوبه برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم من الآن ولغاية ساعات الصباح وبتظل الفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض وبإمكانكم كنتبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع أنت بحاج اليوم للنشاط واللياقة والأعصاب المتينة لأنه شوية الأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التقلبات فعشان هيك حاول قدر الإمكان تضبط أعصابك وتركز بشكل جيد وما تترك ديول المتاعب أنها تسيطر عليك لأنه المريخ عندك والكواكب بتتراجع أو موجود في برج الأسد في بيت متاعبك أما في ساعات الصباح هنا بيصلكم خبر بن بعيد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر أو الاتصالات أو التعامل مع الأجانب وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمر هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب بعض الأشخاص معك وفي بعض موليد برج العذراء ممكن يطرق عندهم موضوع إلو علاقة بالسفر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أنه ما بجوز إثارة المتاعب خلال هاي الساعات لغاية ساعات الصباح فبدكوا تتجنبوا الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية لأن القمر ما زال موجود مقابلكم فبدكوا تحذروا من الحوادث والأعداء لأنهم في الفترة هاي بصيروا كثر ما شاء الله يعني من تحت الأرض بطلعوا فبدك تمسك أعصابك أما من ساعات الصباح فهنا بتتغير الأوضاع وبتهدأ الأمور شوي وبتتحسن نفسيتك وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلو صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر بمستقبلك بتأمين حياتك أو بنوع من أنواع الإدخار حاول أنك تأخذ المبادرة بالاتجاه المذكور إذا هذا الموضوع مطروح قدم التنازلات وتراجع عن قطوات وقرارات سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة السابقة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعاً بتكن تنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء من الآن والغاية ساعة الصباح ولكن بتكن تحذروا لأن القمر باتجاه مقابلتكم عشان هيك بتكن تنظموا جدوى الغذاءكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر ومن المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب تستطيع إحراز تقدم وأرباح عديدة حتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح هنا بصير الجو مناسب لا القيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكن تحذروا الإنفعال لأنه بيصعب التفاهم معكم وممكن تقع في ورطة انت بغنى عنها الجو متوتر فعشان هيك ممكن تظهر مشاكل طارية فبدك تكون صبور وما تتذمر لأنها فترة خالية من الحضوط برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا لغاية ساعات الصباح بتضرغ بدكم قوية في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف جيدة محتمال بس أنه يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأحبة أو موضوع أو حدث معين هيك بيربكك أو بيقلقك شوي فيه نشاط وفيه دينماكية عندك عالي جدا بتميل له وترفيه عن النفس وانت بالفعل بهذا الفترة من كثر الضغط يعني بتحاول تبحث عن أي منفس ترفيه فيه عن نفسك أما من ساعات الصباح فهون القمر رح يصير في البيت السادس رغم تراكم العمل إلا أنه برضو اليوم عندك قدرة على إنجاز الكثير من هاي الأعمال حاول اتمم الأعمال الضرورية والمهمة قبل ما تنتقل لعمل آخر وما تلتهي بالأعمال اللي ما في منها فايدة وحاولوا أنك تنظموا جد والغذاء ومتأخذوا قصد كافي من الراحة من حين لآخر وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمد على جهدك وطاقتك لحصد النجاحات والأرباح ولكن زي ما حكينا الوضع الصحي بده مراقبة بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا بيظل التركيز على أمور إلها علاقة بالبيت والعائلة وبترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم أو التفاهم مع أفراد العائلة من الآن ولغاية ساعات الصباح فترى مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق أما من ساعات الصباح الأجواء رح تتغير تماما القمر رح يصير في البيت الخامس فهنا بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم ممارسة نشاط فني وبيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم أهم مش إنك ما تستسلم بالكرر المحاولات وبترغب باستكشاف مناطق جديدة وبتميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل أو أجواء رومانسية ونجاحات وممكن ممكن بعض موليد برج الجدي يكون عنده قلق حول أحد الأحبا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات والتنقلات لغاية ساعات الصباح ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية أو للترويج لمشروع بنجاح باستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهمش إنه ما تبقوا واحدين بل ابحثوا عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط أنت بتظلك تمتلك سرعة بديهة وخاطر ومهارة ملموسة لغاية ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك لا تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج ويسعى لتحسين موقعك في العمل ولا تثبيته وقدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك يعني هذا المكسب بيجي عادة من عمل إضافي من الآن ولغاية ساعات الصباح منكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو ممكن يحصل على هدية أو ممكن تسمع خبر سار وبيلعب قريب دور هامه بتهتم بقضية شراكة أو عمل وممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية خلال هذه الساعات ورح تجد الحلول والتسويات أما من ساعات الصباح هنا بتنشطه في مجال الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهمش أنك تكون عنصر إيجابي وحاول أنك تضبط أعصابك ولسانك أيضاً عشان ما تسبب النفور للأشخاص اللي بتتعامل معهم حاول أنك تتفهم الآخرين وإبقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية وإذا ما زبطت معك من أول مرة كرر المحاولة مرة أخرى ولا تستسلم حاذر من السرعة وسوء التفاهم ومنك رح يهتم بموضيع لها علاقة يا بالاتصالات يعني بالتليفونات أو بالسيارات هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء